قال تقرير لجنة الخبراء الأممية التابعة للأمم المتحدة إن الحرب في الحديدة لن تتوقف إلا بخروج الحوثيين منها التقرير الأممي أكد التباين القائم بين القوات المحاربة للحوثيين على امتداد الساحل الغربي خصوصا تلك المدعومة من الإمارات أهم لفت الانتباه في هذا السياق كان الإشارة إلى أن القوات المسلحة التي تقود المعارك ضد الحوثيين في الساحل الاتهامي وإن التقت في الهدف الرئيس المتمثل في طرد الحوثيين من الحديدة إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تلتقي في أهداف مشتركة طويلة الأجل نظرا لعدم تبعية بعضها بل وأغلبها لسلطة الحكومة الشرعية من أبرز ثغرات التقرير هو تجاوز أهمية التسليح الذي حصل عليه التهاميون كجزء منضو في التشكيلات العسكرية لأنهم وإن جمعتهم بالعمالقة أو قوات طارق المدعومة من الإمارات فإن لهم بصفتهم أصحاب الأرض هدفهم الأهم وهو استعادة زمام السيطرة والإدارة لمحافظتهم وهو ما يعتبرونه ضرورة لإعادة الاعتبار التاريخي لتهامة التي عانت نحو قرن من سيطرة حكم المركز في صنعاء ثم تخلاف أكيد سيطرأ في حال تحررة الحديدة وهو ما يتصل بهوية الطرف الذي سيديرها بعد طرد التواجد الحوثي سؤال ملح ستحمل الأيام إجابته إذ أن من الصعوبة بمكان تحديد ذلك في ظل الظروف القائمة حالياً اشتركوا في القناة